نحس اليوم كتقول كنا كنحس بتخمة كنحس بوجيعة كنحس من رئيسال من رقمت مع انني كنا كل مكلة اللي هي مقادة واشت المكلة ديانا الصحية يعني ان الانسان ولا تيرجع لهذا الوقتة ديال هاد الفصل هذا كان كلوب حال مثلا القطاني يعني انها علاش لانها صخونة ولانها كدفتت فالناس بزاف كي يستهلكوا في هاد الوقتة هذي الخبز ديال الشعير غيره هاد المواد دي اللي احنا تنقولو انها صحية وانها بانية وطاقية واشكا تقدر فعلا تعطي واحد الناس ربما اللي مموال فين هاش او للناس ربما دانسولكو كيف كنقولو جاوب غاو يديرون نمط غذائي اللي هو صحي مبلا ما مشوا بتدريج مشوف هذا الاطر واكد مرحبا بالاسئلة ديالكل مستمعات من خلال رقمنا اللي هو صفر خمسة 226-3056 تفضل بداي من عندك اه ناشكرا بعد على السؤال السؤال سؤال سؤال كان في المستوى العالي وفيكتي مو كان غير البارح في واحد المحاضرة كانت كانت تلقيتها كانت واحد المجموع ديال الناس سولوا نفس السؤال قال كو تديرها ولينا كان عانيهم مشكل ديال القبض ولا مشكل ديال اسهل فهد الايام اشن هو السبب اشن هو المشكل وراء هاد الحالة اللي ولينا كان عيشوها فبطبيعة الحال الجسم ديالنا معروف بواحد العمليات ايدي طبيعية وخصوا يعيشها في الحياة الطبيعية دياله لكن هناك وعكات وهناك اشياء اللي ممكن انها تخلق مشكلة على المستوى ديال اداء الفيزيولوجي ديال جسم ديالنا وبالتالي ظهور وعكات اللي غد كتجيلا يا اما في قبض يا اما في اسال يا اما في شيء من هاد الاشياء يعني فما بالاشياء اللي ممكن انها تخلق لي مشكل ديال القبض مثلا وهو ذاك المادة اللي كتكون غانية بالدهون بلوقيت اللي كان اكل اشياء غانية بالدهون نحاول انني كان نقص من العملية ديال الهضم كل ما كان عندي المادة غانية بالدهون كل ما كيكون عندي نقص حاد في العملية ديال الهضم ولكن عندي نقص حاد في العملية ديال الهضم هذا كي يقول لي عندي مشكل اللي غي قدري تسبب لي من بعده شنو هو يعطيني القبض فباش ان اي بي تهت المشكل هادة اللي كي هبط لي العملية ديال الهضم وكي يسبب لي في القبض كان نحاول انني نتخلص من هاد المواد شنو ياد المواد اللي تقدر تقدر لي هاد المشكلة كان عندنا الفريط فالانسان اللي كي يكل داك الفريط اللي كي يكون زيت بزاف كون عالياقين غير يوجد راسو اللي اسمته يوجد راسو اللي كونسيباسيون الناس اللي كي يكلوا الماكلة اللي لصوص ديالها كتكون كتيرا بدك الدهون بعد مرة كتب شي كتلقاوا انسالات وكي يعمرها بدك المايونيز اللي كيكون زيت ديالها ماشي ماشي طبيعية وكتكون عامرة بمجرد ما كي ياخدها كي يلقى راسو بأنه كي يعيش المشكلة ديال المشكلة ديال لصوص كاملي باش الناس ميسحبوا شغل مايونيز لا ليصوص كاملي لفي هاد دهون بزاف او لمزيته بزاف او لمزيته بزاف احنا دبال الاشياء اللي كتكون نحنا قلنا بأن الزيوت هي الاصل ديال وش كون اللي كالقوا فيه الزيوت بزاف هما الفريط اي نوع ديال الفريط نحت فاش كنقول الفريط تالحوت را كي يكون عامر بدك الزيوت اللي ممكن يجي من بعدها خاصة ذيك الزيوت اللي كتكون مهدراجة اوتوماتيك ممكن يجي من بعدها المشكلة ديال القبض الحليب والمشكلة دياله كذلك كان واحد نوع ديال الناس اللي عندهم حاسسية لبعض المكونات ديال الحليب اللي هي مثلا لكازين وهذيك لكازين غالبا موحد المجموعة ديال الناس ما كيقدروش على اساس انهم يهضموها وكل ما ولا عندي عسر ديال الهضم ديال هذك المادة كل ما كيخلق لي يتالبوك على المستوى ديال الجهاز الهضمي وبالتالي كيعطيني قبض القبض اللي كينتهي بانني كنعيش مشاكل البعضية لا يحمد عقبها فهد الناس هدو ياخد في ثلث ايام تابع الحليب والمشكلة دياله ولاش هفرسوا بانه من بعد الاكل دياله ديال الحليب والمشكلة دياله كجيه المشكلة ديال القبض عارف بان نرى عندو مشاكل ديال الهضم ديال الكازين اللي كينا في الحليب وبالتالي هاد النوع ديال الناس يحاول يحبس الحليب والمشكلة دياله ويخدم على الجهاز الهضمي دياله لانك تلقاه فاش كان في الصغر كان كي يهضم الحليب كان كي يعني ذاك البروتينات ديال الحليب لكلها كان كي يحاول انه يحللها ولكن دابها المكبر لما زاد شوية فلاش لما بدك يكتر من المكلة لما بدك ولا عندو مشكل في الهضم وبالتالي ولكن يكون عندو القبض كي يطلع بوحد شكل كبير وكبير جدا كان ادى يحيد الحليب والمشكلة دياله ويدخل في تمرين ديل الاكل مواد طبيعية متوازنة لما يرجع القيوة ويررجع الطاقة ويرجع الانظمات اللي ممكن انه يحضبو له البروتينات دياله ممكن انها داك يرجع الاكل دياله لحليب والمشكلة دياله tile كان كذلك الجامع المواد الغدائية المحولة جميع المواد الغدائية المحولة او لجميع الغدائية اللي كيكون فيها مضافات غدائية هادوك المحولة او للمضافات الغدائية غالبا الجسم ديان ما عندوش القدرة والامكانية باش انو يتعرف عليها وهضمها وكتعطيني عسر الهضم ولكن عابتاني عندي عسر الهضم اوتوماتيك ما كيجيني بعدها قبط والما كيجيني للقبط ان كنولي نعيش ويلات بعدية لا يحمدوا عقبها فلهذا من الاحسن انني جميع المواد اللي تم التحويل ديالها وجميع المواد نجربها كذلك باش ما نحرمش راسي منها نجربها وناخدها مدة 3 ايام تقريبا بعدها ونشوف واش والله عندي شرف الله وقدركم كرم الله الوجوه ديالكم انه كيبقى الانساني كتر من التقرع في الوقت اللي بقية كلها او اللي كيشوف راسو بانه هادك المادة بقاتله فكر شو مدة ديها 6 حتى 8 اسبوع وما بغا ما زال بغا تشتحيد هذا كتعرف بانه عنده عسر ديال الهضم ديال ديك المادة وبيتالي خصوين قسمنا نعم وكين عندنا اللحوم الحمراء كين عاوتين لما كياخد اي نوع من الانواع ديال اللحوم الحمراء كتبقى لفكر شو مدة ديال فوق 8 اسواع الى بقيت فوق 8 اسواع وانت كتعاود كما قلت قبل قليل كتحاول انه فين ما كتجيك النسمة ديال الحم مازالة في الفم ديالك ما تقريعا ديال الحم مازالك في الفم ديالك هادو كلهم كيخليوك انك كتقول بانه را ما عندكش الوسائل والآليات ليهضمولك اللحم الاحمر وبالتالي را غايدين لك عسر ديال الهضم والنتيجة دياله قتولي عندك قبض موزمين فهاد الامور كلها قتعطيني امكانيات ديال انني نعرف شكون هي المواد اللي كتخلق لي المشاكل شكون هي المواد اللي ممكن انها تأطر لي على الجهاز الهضمي وتخليه ما كيتعاملش بشكل طبيعي شكون هي المواد اللي كتعطيني نقص فانني نحللها بسرعة ارميها الى الخارج بالنسبة الاشياء اللي غير مرغوب بها وندخل اللي هو صالح الى الدورة الدموية ديالي فلوقيتها اللي كتكون عندي هاد المعطيات كانوا اللي نجاري الاكل ديالي بشكل اللي كيكون هو معقول نعم اذا مني سنتكلموا على هاد المواد وسنتكلموا على الطريقة ديالنا القراءة اللي كتتكرها كل مرة ديالنا كيفاش نقرأوا المواد الغدائية ديالنا قبل ما ندخلوها لدات ديالنا تتكلمتي على الطريقة ديال ان الحاجة النقص اولا ايفيدا والحاجات اللي تكون فيها دهون لها كثيرة أو لحاجات مصنعة. ولكن في بعض المرات الناس كتأخذ غير بحل ما مثلا نتكلموا على اللوبيا أو العداس أو الفول لهذا الوقت جالهم. وشو ما دائما بالتحديد أنهم كيعطوا دك انتفاخات على مستوى الأمعاء ديانا وشو ما دائما كيعطوا دك التخمة حيث بزاف الناس ما كينش ربما اليوم اللي ما غا تسولوش تقول له وش كليتي مثلا اللوبيا البيضاء يقول لك اللي ربما حسيتش براسي أني تتخمت أو لا كان عندي نفاخ أو لا نهار كامل كيف قلتي أعزاكم الله أنني كن حس بدك تجش أو لدك تقرع يعني بزاف واش القطاني من المواد الغدائية اللي فعلا كتتخم أو لكتنفخ أو لم عايش كنخلطوها هو اللي كيخلي أنا تنفخ زي ما هدل هاد صباح تتين بديه الأسئلة اللي كترحيل يديه زي ما من دائما زي ما سبحوني لا 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 أشهد غرور ولكن من دائما كترحالك أسئلة بزيانة بلعكس بلعكس مرحبا بغيت فتننا بقفوا نديرو شيط الناشط مادناش مشكل sorry مرحبا مرحبا اللو في ما يخص القطاني دي القطاني سوية القطاني اللي الناس كتتشكى منها بوحد شكل كبير وكتقول لك غير كأنكل عدس الكرش كانت تنفخ غير كأنكله بيا الكرش كانت تنفخ غير كأن كل بيسارة كرش كانت تنفخ أنا كنقولهم ممكن تنفخ وتقريبا وحدة سبعين في المياح تهل تمانين في المياح غادي تنفخ لك الكرش الجوج دية الاسباب زبب الاول هو انما عارفش ان النوع دي الميكروبات الي عندي مزر ديالي، واش هديك الميكروبات مهيئة لانه تهضم هدوك المواد الغذائية لي كان عندي تموت هواش عندي الانزيمات ديالي بهما يعنوه لاندي قال لي اللي عاطيني اللي lazعوه لات proves هذه الانزيمات الي عندي مهيئة عنه تهضم هدوك المكونات دياللة الاو شايا قطاني اللي كاين لما كانوا شاياnight التي غير تهضم ولكن تنزيم انها تهضم يخليوا لي الامكانية ديال الرفع ديال مستوى الغازات على في الجهاز الهضمي ديالي وكنحس وكأنني عندي بلو كورة ديال الرجبي في الكرش ديالي مباشرة بعد ما كنناخد لناخد دك الوجبال اللي كتكون ديال القطاني هدا كما كيقولو المحطة الاولى المحطة التانية طريقة ديالنا باش كنحضروا اللوبيا والحمص والعدس والفول غالبا ما كتكونش هي ديك والاصل خسنين نخلي داك لكل القطاني نخليها مرقدة على الاقل 24 ساعة لانا كين واحد الفاكتور هدي كيدروا هالناس في الغالب سمحلي كيدروا هالناس في اللوبيا البيضاء انها كتترقد مخال بزافت سيدات القبيزة السوس ديال انها كتقدر تتعلك اللوبيا بلا ما ترقدها ليلة كاملة كيمزاف ديال الطرق منها اكيد نذكروها فيما بعد ما في الغالب اللوبيا كنخليوها ليلة كاملة باش الله كترطاب وكيقدر الانسان يأكلها ممتاز كل شيء كل شيء اه الله جعل احتجتي القمح ايه التهوة الى بغيت نناكلوه ونصوب منو داك هربال ودك شيء خسنين نرقدو مدد يارب ايوه نخلي على الاقل 21 24 ساعة هلاش لانا كين واحد الفاكتور كيتسمى ان فاكتور انتجرميناسيون ليكي خلي ذاك الزريعة ما تجيء ما تنبج حتى كتدوز واحد المدجي الوقت ديلها عاد كنبغيوها تنبز وسبحان الله هادلو فاكتور مديور لجاميع لجميع لي هم باش انهم يخليهم حميين الى ان يأتي الوقت ديل الفصل ديلها عاد كيتهرسوا هادوك لجميع لي برعم وكتخرج نبات ديله وتسكبر فهذك المادة الاخدها الانسان كتكون وسيلة من وسائل ظهور الغازات المستوى ديل البطن ديلنا فكل ما تخلصنا منها ويلا زي تعاوتاني انني بعد 24 ساعة نغسل ذاك المثلا ذاك اللوبيا نغسلها مزيان نجدد الغسيل ديلها ونحاول ندير فوقها واحد الكتان واحد التوب اللي كيكون منفس وكنقلبها بشكل ميل ديل كارونتسانك دوغري حتى كتخوى المال اللي كين فيها وكتولي تعطيني خروج دوك البراعم ديلها فلما كيخرج البور حالي غن نديرها مون باتها هادك الساعة لما كنش داف هاد الوقت هادا ونطحنها وندخلها ونطيبها بحال غن طيب اللوبيا بحال غن ديل طيب الحمص بحال يلا كلتها بإذن الله غا تلقى رسك بأنك ذاك المشكل ديل الغازات ما يكونش عندك نعم نرجعون شوفوا هاد النقطة هاد بزاف الناس كي بغوا يديروا المنباتات شفنا المنباتات ديل القامح كي ناس اللي كي ديروا ديل العداس كي ناس اللي كي ديروا ديل الحماص كل واحد رجعون شوفوا الأهمية ديل هاد الحاجات المنباتة واش كان ندخلوا بوحد نسبة معينة في الماكلة دينا او لا الكمية كلها اللي نبتي واش نقدروا مثلا ناخدوا مثلا الحماص او لا الفول او لا الادس كيف هو نزيدوا لي مثلا معالقة او لهذا ديل هاد منبات هنشوفوا هاد الأمور كلها والأهمية ديل على الصحة دينا والجهاز الهضمي كذلك طريقة اللي تبغوا لي تحبوا انكم تسولوا بها مرحبا علاش الله دائما نحنا كنا بحال بحال وكنا واحد فاطم اعطت سؤال دينا اكيد غن تضروا اسئلة اخرى ان شاء الله باش نجاوبوا حتى هو عليه ما ينكملوا هاد القادية ديل المنباتات واهميتها خاصة ناخدوها مع المادة الاصل او لا نقدرون اخدوها بوحديتها بالنسبة المادة الغدائية اللي كتجي من 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 اي نوع دينا الزرارع الزرارع في لقيتها لك نحطها وهي زريعة ونطيبها وهي زريعة اي اوتوماتيك مخصين دوسها مور العافية ولا دوسها في العافية زيادة على انني محيتش من هذا كلو فاكتور عنتي جيرميناسون يقدر لها يقدر لكلها مشاكل في الهضم مشاكل في الامتصاص مشاكل في انني نستفد منها كمادة غدائية لكن بمجرد ما كنحولها من ديك لفاص ديال الغرارع او لديال زريعة الى فاص ديال المنبات كتولي كلام اخر وكتولي عناصر غدائية اخرى اللي ممكن ان الفوائد ديالها تكون على المستوى ديالي عجيبة وعجيبة جدا لكن قبل من من ندخلوه في الفوائد نحاولو نعطوه للناس كيفاش يوجد هادك المنبات مرحبا ففي الوقت اللي كي عارف وجدها وكي يقول عنده الامكانية والقدرة والمعرفة باش انا يوجدها كي يقول دابا وغدين استفدل من القيمة الغدائية ديالها اللي ذكرها النوحة النهار محمد احسين في القناة الطيبة ديال شديفة مرحبا اول حاجة كان نختار الزراع اللي قدروا ينفعو مثلا كان ناخد ماشي ضروري ناخد نوع واحد من المنبات نخلط ندير نافع ندير العدس ندير هذا القمح ندير واحد الخالط ندير مثلا اربعة ولا خمسة ديال انواع ديال الزراع ندير الكامون وندير فراسي بأنه ايلا درت الكامون ودرت النافع ودرت ما تعلن القرفة وازت معاهم العدس وازت معاهم شوية اللوبيا وازت معاهم القمح هادو ونبتهم امامتا ايلا ازت معاهم كذلك وكبرتها معاهم هادو اوتوماتيك موك يعطيني وجبة غدائية متكاملة وفيها العناصر المغضية اللي انا بحاجة لها ولما كدخل المعيدة كتولي المعيدة كتفرح بهاد النوع الجديد اللي ادخلتينها للكش ديال ولكن كيفاش غدي نوجده كان دير هادو الخالطة به هادو الشكل اللي تكلمتلك ليه كان نغسلوه مزيان كان نقياه مزيان كانو الحجار كان فيهنو التراب كان هذا كان نغسلوه مزيان ثم بعد ذلك كان نترمبيه في الماء كان غرقوه في الماء المستوى ديال المك يكون فوق المستوى ديال النيفو ديال اللي قرن بجوش لتها ثلاثة دلبرات وكنخليه مدتي اربعة وشين ساعة من بعد ذلك اربعة وشين ساعة كان عاود نغسلو من بعد كان نشد سميتو الحاوية اللي غدي نخدم فيها يا اما قرعة ديال الزج يا اما دوك اللي كان اللي كان اللي كان اللي كان عندنا في الكوزينة يا اما كاريمون كان واحد سلال خاصين بهذا المسائل اللي نقدر نديرهم بها نعم ثم كان نشد ونحطهم في هاد القرعة هاد القرعة اللي خصها تكون اولا كبيرة بجو تدخل ليها التهوية وانا الوميديتاي تبقى فيها شي شوية دو غسني نحرص على اساس ان التهوية وليميديتاي يكونوا في ذيك القرعة كنخليه لما كان نغسل هادوك اللي كان نحاول انني نشد واحد توب ليكون منفس وكان نسد البوكال ديال ديال داك القرعة بشي لاستيك وكان نحط القرعة ميلة كارونتسانك دوغري باش قاعدك المال اللي زايد يهبط يلحيد كيعطيني فرصة ديال تسعين في المية ديال الجرميناسيون اولا ديال خروج البراعيم من دوك ويلا بقى فيها شوية ديال الما يقدر يعطيني تعفون الريحة ومن الاحسن الى كانوا هادوك اللي غرين منفسين يعني داخلهم الوكسيجين مزيان مريحين لما ما مبقاش فيهم ميلين كان بقى ليا نحطهم في واحد المكان ليعطيني ما بين ثمانية وعشرين امن ثمانتحشتر خمسة وعشرين درجة الحرارة هادي فين كالقاه كالقاه جيت الكوزينا دو كنحط دوك القرعة ديالي حدا الكوزينا ميلين به هات الشكل وكنخليهم لغت لهم بعد اربعة وعشرين ساعة نطل واش خرجوا البراعيم ولا ما خرجوش الى ما خرجوش عاو تاني كنغسلهم بالماء نعمر لهم بالماء وننقيهم زيان ونخوي وعاو تاني نمي لهم بنفس الميال كنديرها النهار لو ونهرتون حتى كنشوف بانا هادوك اللي قرين بدو كيجرميو كيجرميو غي توصل الطول ديالها ما بين خمسة حتى العشرات السنتيم هنا داك والجمعات فيها جامع دوك المكونات اللي غادي نتكلمو عليهم اللي غا تخلي الفائدة ديالها ترجع ليا بشكل عجيب على المستوى ديال دات ديالي ممتاز نوك هذي الطريقة ديال كيفاش نقدر منباتات قاع المواد الغدائية كتنقدرون نبتوها متلا متلا قاع الحبوب مثلا كيف قلتي القمح هاكا الشعير وهذا كيتنبات في الدرام كل شي كل شي كل شي كل شي نقدروا هالطريقة دي نعم اذا هذي الطريقة اللي ولا كيفاش كان نبتو اولا كان المنبتات يعني صيبوها بالحبوب واحتمل القطاني وغير ارجعو نشوفوا الاهمية ديالها ممتاز كيفاش ممكن انها صلاح لنا على مستوى ديالها